أكرم خلاص بقى قرر بيجيب أجاهي أكرم قافر كطر يوم الحد وقاعد هناك هاد شوية عشان يتعهل وإن شاء الله يرجع أقوى من الأول يعني أكرم العيب مخترم جدا كان حظه وحش كان في البيك البيك بتاع المستوى بقوله آه 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 حظه وحش عابا بص عشان يعرف بص الناس بتحبه قدي ويعرف هو وصل عشان بص برضو اللي فاته ويرجاه تاني خلا بك كان أكرم برضو عانا شويتين ثلاثة من الناس اللي يعني تعبت نايم مهمة أو ماتش العالو الزمالك اللي جاي يوم الحد ده بعد الجاتلاغ ده بعد الفاهم يعني حتى حتى ايضا التخطيط صح حتى ايضا الماتش بتاعك ان انت بعد ما خلصت السويتين راح تراحي كوريا عشان ترجع يوم ساعتاشر هتلعب ماتش القيومة بتاعك صح زي طيب يعني فيش حد بيدرس يعني جاتلاغ ما فيش حاجة اسمها ان انت النهار ده عندك الطراب في النوم فاته هتاخد يومين زيادة عشان تعرف تزبط فيش كلام ده هتا شايف ايه يعني ماتش عبي حلو ماتش عبي حلو اوي اه ماتش عبي حلو ما عرف شو من هيكس لا انت اقريتك يعني ما في نادي اقريه مش الملاش الله اعلم بالجيب اتنين عندهم مشاكل حالية اعتاقد يعني حتى ايضا زمالك عندهم مشاكل الاهلي الكامستري نفسها ليسا مع كابتن سامي ام صادر اعتاقد بس انا اللي شايف ان اللي اختياره وكابتن سامي بنصام في التوقيت ده بالهدوء ده وان هو عنده ماتش خمة ومش شارق معاه وكابتن خطيب يخش النهار ده ويتكلم مع الناس عارف انت ازاي تعرف تدير هادي اللي ظهره معلم بيعرف يدير عارف يعني انت ها فكرة الوحيد اللي ما عرفش تكلم معاه خلص هتعطي على الترابية ما عرفش تكلم معاه اشتركوا في القناة